أكبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الألاف من النزحين في خان يونس على إخلاء خيامهم ويعدوا توجيه وبعد توجيه تحذيرات إليهم وانضمت مدينة خان يونس إلى مدن أخرى تركها الفلسطينيون سيرا على الأقدام هربا من جحيم قوات الاحتلال في ظل وضع إنساني مترد وظروف صحية متدهورة تتزايد المعاناة ويزداد الألم يوما بعد يوم في فلسطين فالتهجير القسري للفلسطينيين مستمر منذ السابع من أكتوبر فمع شدة الغارات العنيفة على المناطق المأهولة بالسكان في شمال قطاع غزة ووسطه نزح الآلاف من أبنائه نحو الجنوب بحثا عن أمان زائف خيام النكبة التي تكررت في خان يونس التي فر إليها مئات الآلاف من شمال قطاع غزة تواجه اليوم تحذيرات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تركها والابتعاد عنها إذ أسقطت قوات الاحتلال منشورات تدعو خلالها المدنيين إلى الإخلاء والتوجه نحو ملاجئ أخرى المنشورات التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أربعة جمعات سكنية شرق خان يونس التي تعد أكبر مدينة في جنوب غزة ويطالب الاحتلال الإسرائيلي سكان خان يونس من خلال تلك المنشورات بإخلاء مقرات إقامتهم على الفور دون الحديث عن المكان الذي سيذهبون إليه حال إخلاء منازلهم مدينة خان يونس المنهكة التي فر إليها آلاف الفلسطينيين فواجدوها غير مستعدة فكل غرفة وكل زقاق وكل شارع مقتض بالرجال والنساء والشباب وليس هناك مكان آخر للذهاب إليه واليوم تنضم المدينة إلى مدن أخرى تركها الفلسطينيون سيرا على الأقدام هربا من جحيم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل وضع إنساني مترد وظروف صحية متدهورة وحصار خانق يتنافى مع القانون الإنساني ومع كل القوانين والأعراف الدولية